تعهد قائد ميليشية الكرام خليفة حفتر لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بتخليه عن دوره العسكري متى أصبح رئيس للبلاد وتعهد على لسانه جونسون الذي أكد أنه يجب أن يكون هناك قيادة مدنية للبلاد ولكن هذا لا يعني أن لا يكون لحفتر دور أو لا يستمر في دوره العسكري الآن كثيرا الذين يطللون برؤوسهم ويريدون السلطة لكن هذا هو طموحي طموحي أن يعيش الشعب ونحن حراس للشعب تصليحات ليست ببعيدة زمنيا لقائد ميليشيات الكرام خليفة حفتر الرجل لا يريد السلطة هذا ما قاله وما يردده لكن المتابعين لشاني ليبي كثيرا ما يجزمون في تحليلاتهم أن حفتر المسيطر على شرق البلاد بقبضة من حديد لا تموح له سوى أن يكون القائد الأوحد ووسط ضغوطات الدولية المتواصلة والدعوات إلى توحيد الجيش وإلى ضرورة انخراط قيادته تحت سلطة مدنية بدأت مطامع الرجل في القيادة السياسية تظهر شيئا فشيئا وإن تضاربت أقواله منذ شهر اتفق قائد بلشيات الكرام مع رئيس المجلس الرياسي المقترح فيز استراج في باريس على تنظيم اتخابات تشريعية ورياسية العام المقبل لتأتي اليوم تأكدت وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تتضمن تعهد حفتر له بتخليه عن أي دور عسكري متى أصبح رئيسا للبلاد تصريح يمكن إدراجه في خانة الإجابة عن تصريحات أخرى للسياسيين الليبيين اجترطوا خلع حفتر للبدلة العسكرية متى أراد تقلد منصبا سياسيا قائد ميليشيات الكرام سبقا أكد في تصريحة أعلامية أنه سيقبل السلطة متى طالبه الشعب بذلك الشعب المقسم بين داعم له يرى فيه موقذا للبلاد وبين رافض يرى فيه سبب بلائها وسؤال هنا هل ستنتفي السبغة العسكرية من رجل كثيرا ما خلع عليه حلفائه هذه الصفة خليفة حفتر عسكري بامتياز وشان شان عسكري والجيش الليبي لا حلقت له بالسياسة ولا يتدخل في السياسة ولا يحاول في العمل السياسي خليفة حفتر عسكري إذا أراد أن ينتاج السياسة عليه بعد تحرير البلاد من الارهابيين أن يخلع بذلاته العسكرية ويتقدم للانتخابات مثلا ومثلا إيلي في ظل ذلك لا يكف الرجل عن محاولات إبراز قدراته عبر تصريحاته المختلفة نعتقد أن خبرتنا لا تقلها خبرة الآخرين لنا 30 شهر نحن قد رعنا الإرهاب قبل أي دولة أخرى وكنا نقول أن نحن نقاتل الإرهاب نيبذان الهالم أهلا لهم أحلى الحكومة وإلى اللواب والمجيب والأخير إلى هذا الشعب وسطة الشعب للذلك وفي ظل ذلك تتصاعد مخاوف تكرار السيناريو المصري في ليبيا خاصة أن حفتر يعد الحليفة الأولى للقاهرة ولطالما تباهى بالتعاون مع سلطاتها إذا في مصر تقرر شيئا أنا معها حتى ولو في غير مصلحتنا لا يمكن مصر تقرر أشياء مضررة في ليبيا مستحيل مستحيل نجح حفتر في التسويق لنفسه كمحارب لما يسميه الإرهاب وطفت على الصرح تفاصيل كثيرة بشأن تعاون بلدان عدة معه عسكريا بدءا بمصر والإمارات التي تشاركانه في استهداف المدنيين ببنغازي وصولا إلى فرنسا وبريطانيا التي كشفت تقارير الإعلامية أرسلهما قوات إلى ليبيا وليس آخرا تأكد تقرير نشرته ميدل إست آي عن مقابلة حفتر لمسؤولين إسرائيليين وتعاونه عسكريا معها قائد ميليشيات الكرامة يبحث إذن عن دور له في ليبيا وهو أمر كان منذ البداية واضحا للعيان وإن اقتصر التحليلات البعض عن إمكانية منحه دورا عسكريا تحت قيادة مدنية وهو ما ترفضه أطراف عدة سياسية وشعبية على حد سواء فما بالك بتقالده منصبا سياسيا بتعمى عسكريا ذاك خط أحمر لشعب طالما صدحت حناجره رفضا لعودة الحكم العسكري اشتركوا في القناة